السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء 26 كانون الأول ديسمبر طبعا القمر موجود بالجوزاء ورحي ظل موجود بالجوزاء لغاية الساعة 3.14 دقيقة من عصر اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها لبرج السرطان ورحي ظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 12.23 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة لا ينتقل القمر ويستقر في برج الأسد يعني اليوم في عنا خلو مسار القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورحي ظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4.15 دقيقة مساء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج بما أن القمر موجود في برج الجوزاء معناته بظل في عنا نشاط وحركة ورغبة للتحرك في شتى المجالات اليوم أو في كثير من الأشياء والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن أفكارنا بظل فيها نوع من أنواع التقلب فعشان هيك بتتقلب أفكارنا أفعالنا أقوالنا أكثر من المعتاد طبعا أي شخص بيوعدك بشيء بحي الفترة اللي هي من الآن ولغاية ساعات العصر ما تأخذ بكلامه كثير يعني لأنه كل ما يوفي بما يقول علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورة وخلال الفترة هاي دورة جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لدورات مراكز تعليم أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وثمان دقائق معني فجرا أو صباحا بتوقيت جرينيج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بتور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبرضو بتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بتفكيرنا برضو بتسبب لنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأنه نحاول أنه نأخذ قصة من الراحة هذا التحول مضر جدا بالصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة خمسة وسبعة أو خمسين دقيقة صباحا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسببنا نوع من أنواع الاكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاها في تعاملاتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هذه الزاوية هي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين من زيادة الأحمال اللي ممكن إنها تعرضنا للحوادث بسبب عدم التركيز والتوتر ما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ يعني مسافة أو وقت طويل اليوم أو رح يغطي تقريبا اليوم كامل فبيبدأ خلو المسار الساعة 7 و55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة 3 و14 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعديها في برج السرطان هذا بيعني إن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3 و14 دقيقة عصرا خلص القمر باستقر في برج السرطان فعشان هيك نبدأ نشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط من حاول خلق جو من الأمان لأنفسنا ولأحبانا ولأطفالنا من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا إنه يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة المزيد من الاهتمام وخصوصا بالأكل والشرب ومراقبتهما ليش؟ لأنه بالفترة هاي الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو الاهتمام أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع بالمنزل أو مع العائلة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بتوقيت جرينيتش عندنا الكاتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وبعدين عندنا الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هدول الأكثر حساسية لغاية ساعات العصر فعشان هيك لازم نعطيها أكثر اهتمام وما نعمل أي عمليات جراحية لإلها لو كانت بسيطة أو كانت كبيرة لأنه برضو احنا في مراحل اكتمال القمر أما من ساعات العصر وما بعد بصير عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي والمبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب وبرضو غشاء الصفاق والجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هدولة بصيروا الأكثر حساسية من ساعات العصر وما بعد واللي لازم نعطيهم الاهتمام أكثر بالنسبة لهذا اليوم طبعا لا يوصى بجراء عمليات جراحية نهائيا زي ما حكينا اكتمال القمر إلا إذا كانت الطرارية جدا عاد وما في مجال تأجيلها أما بالنسبة لعمليات التجميل فالحق ما فيه أي مشكلة الجراحة اللي ما بتترك آثار ما فيه أي مشكلة هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وأيضا لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج السرطان فخلو المسار القادم بيكون يوم الخميس 28-12 بيبدأ خلو المسار الساعة 10 و56 دقيقة مساء وبيستمر لغاية الساعة 12 و23 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة لا يستقر القمر بعديها في برج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره 14 يوم في تمام الساعة 51 و59 دقيقة عصرا بيصير 15 يوم نسبة الإضاءة 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد الآن بنسبة 100% في ساعات الفجر بتصير سعيدة بنسبة 70% القمر في الجوزاء ورح ينتقل لبرج السرطان ورح يظل في برج السرطان اليوم 29-12 منتحس الآن بنسبة 60% في ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% ساعات الظهر منتحس بنسبة 25% أما في ساعات المساء سعيد بنسبة 30% عطارد في القوس بيتراجع حتى يوم 2-1 منتحس بنسبة 75% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 سعيدة بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً راح يظل في نشاط وحركة واتصالات وحوارات ونقاشات من الآن ولغاية ساعات العصر فعشان هيك حاولوا تستغلوها ولكن بدكوا تضبطوا عصابكم أثناء الحوار والنقاش أيضاً أثناء تنقلاتكم لأن التركيز بكون قليل في نوع من أنواع الانفعال هذا الشيء ممكن يسبب لكم حوادث أو إصابات أو مشاكل فبدكوا تضبطوا عصابكم قدر الإمكان أما من ساعات العصر وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهمي شنكم ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت وحاذروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بظل التركيز على الأمور المالية ممكن ضبط ميزانية، ترتيب فواتير أو دفعات في منكم ممكن يحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات، هبا، دعم، هدية ولكن في مصاريف الزيادة عن اللزوم وبرضو عندك رغبة للإصراف حاول قدر الإمكان تقلل من مصاريفك وتنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو المغامرات المالية اللي مالها أي داعي أما من ساعات العصر وما بعد بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتقدر تعبر عن رأيك بجراءة وحرية وتعزز علاقاتك بتقدر تبحث عن التوافق والإنسجام ما بينك وبين الأحبة أو بين المحيط فيك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا عندك قدرة عالية جدا اليوم على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ولكن اليوم ممكن يتخلى لك بعض تقلب المزاج أو ما تقدر تركز بشكل جيد على بعض الهمور فتتسرع بتصرفاتك أو بحكمك فعشان هيك حاول إنك تمسك عصابك شوي وما تتخذ قرارات حاسمة وإكسب من التقرب من الأحبة وإنجاز بعض الأمور الخاصة فيك أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط وما تسمحوا لها بالتراكم فكروا بمنطق وعالجوا الأمور الطارئة فورا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر رح يظل موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات العصر فعشان هيك حاولوا تظلوا منتبهين لصحتكم تتخذوا قرارات حاسمة وبرضو حاولوا إنه ما تدخلوا في أي نقاشات وحوارات حادي وتتخذوا قرارات حاسمة لحياتكم وتندموا عليها لاحقا واتبطوا عصابك قدر الإمكان أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتعيشوا لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات الإيجابية وممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ بعض الخطط برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل النشاط الإجتماعي هو اللي مركز على الساحة أكثر وعلاقاتكم مع الأصدقاء ولكن ممكن يصدر بعض القرارات أو بعض الكلمات من بعض المعارف أو الأصدقاء اللي تخليك شوي هيك حساسة زيادة عن اللزوم وإلك ردات فعل عصبية فممكن تزعل أو ممكن أنك تعاتب أو تواجه أو تبتعد فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك ما تتخذ أي قرارات حاسمة وابعد عن المشاكل قدر الإمكان لأن القمر بيقترب لبيت المتاعب في ساعات ما بعد العصر القمر بيصير موجود في بيت متاعبك فعشان هيك رح تدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم ورح يكون في ركود على جميع الأصدقاء فحاول أنك يعني ما تتخذ قرارات حاسمة وتكون مزعجة لإلك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين طبعا بيظل في وقت لا تقديم طلبات عمل أو مقابلات أو إنجاز بعض الأعمال ولكن حاولوا أنك تضبطوا عصابكم ما تتغيبوا عن عملكم وبرضو انتبهوا لأعمالكم تكملوها أو تسلموها كاملة مش ناقصة عشان ما يصير في نوع من أنواع المواجهات وما في داعي للمغامرات والمجازفات أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتنشط بين الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة ويطمئن بالك ممكن تحصد بعض الدعم أو التاييد وبرضو بتفيدك الاتصالات واللقاءات الاجتماعية بشكل قوي جداً خلال ساعات المساء لطف الأجواء واعد العلاقات لطبيعتها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بيظل نشاط على مستوى الاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد وبظل في عندك قدرة على الحوار والنقاش لغاية ساعات العصر ولكن من ساعات الصباح اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد ويحاول أنه يضبط أعصابه خصوصاً إذا كان عنده محكمة أو مراجعات قانونية وأيضاً اللي عنده امتحان ما يعتمد على الحظ نهائياً أما من ساعات العصر فهنا بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل نظموا وقتكم بشكل جيد وكونوا واضحين في أولوياتكم وما تدع أي شخص يثير انفعالك أو غضبك فترة يعني شوي بدك تحافظ فيها على سمعتك وحاول أنك تستغلها لترقي أو ترفيع بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ومو برضو بظل في فرصة لحل مسألة مالية من الآن ولغاية ساعات العصر ممكن هاي المسألة تكون بنك ضريبة تهمين أو قروض ديون أو حتى بعض المراجعات الحسابية ما بينك وبين أحد الشركاء سواء زوجتك لشركة العاطفة أو زوجك أو حتى شركاء المال حاولوا قدر الإمكان ما تغامروا بالأمور المالية من ساعات الصباح لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد بيصلكم خبر سار من بعيد بتنشطوا بالاتصالات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب عنكم وبتصير هاي الفترة فترة حافلة بالنشاطات بترتفعوا المعنويات وبتقوى الحضوظ بعض موليد برج العقرب ممكن يبدأوا بالتفكير في موضوع سفر أو مؤتمر يكون مفيد بالنسبة لهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء العمل أو العاطفة من الآن ولغاية ساعات العصر ولكن القمر زي ما حكينا أنه ما زال موجود مقابلكم تماما فطاقتكم ضعيفة ابعدوا عن المشاكل والقرارات المرتجلة وحدية الطباع لأن الوقت مش مناسب لهذه الأمور نهائيا وبرضو الصحة ممكن يصير فيها بعض التقلبات أما من ساعات العصر الأجواء بتتحسن بشكل قوي بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليون والصبر في بعض المسائل المالية الطارئة ممكن تظهر على الساحة أو بعض الحلول لمسائل كانت مأرقيتك بالفترة الماضية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا الآن بدأ الضغط عليكم لأن القمر بدو يبدأ بمراحل المقابلة فحاولوا من الآن ولغاية ساعات العصر إنكوا تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق انتبهوا لصحتكم حاولوا قدر الإمكان ما تدخلوا بأي نقاش أو حوار حادما بينك وبين زملائكم بالعمل دقيق بأعمالك عشان ما تقدمها ناقصة شوي يعني ويستسبب لك بعض المشاكل برضو بعض موليد برج الجدي ممكن يكون عندهم مراجعات طبية أما من ساعات العصر وما بعد بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكن بما أن القمر صار مقابلكم تماما فهذه فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات اتجنب ردات الفعل العنيفة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا والأجواب الضل الجيدة نسبيا على مستوى الحب التقارب مع الأبناء ممارسة هواية تجميل الاهتمام بالنفس بالذات الترفيه عن النفس يعني هاي الأمور ولكن من ساعات الصباح لا تعتمدوا على الحظون نهائيا وحاولوا أنكم ما تدخلوا بأي نقاش أو حوار حاد ما بينكم وبين أحباكم ممكن يصير حدث مقلق بتعلق بأحد الأحبة أما من ساعات العصر فهنا بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم حاولوا أنه تكونوا عنصر يعني عناصر إيجابية وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معكم صحيح أنه عندك قدرة لا إتمام بعض الأعمال ولكن ممكن تضطر للعمل وقت إضافي برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بيظل الاهتمام على مستوى البيت والعائلة لغاية ساعات العصر فممكن تظهر بعض الأمور اللي بتحتاج وجودك أو تصليحات ترميمات أو مناسبة أو حدث يتعلق بالعائلة بظل الوقت مناسب للاهتمام بالبيت بشكل أكبر وبالعائلة لغاية ساعات العصر زي ما حكينا ولكن من ساعات الصباح حاول تبعد عن المشاكل وحديت الطباع والقرارات المرتجلة ما بينك وبين أحد أفراد العائلة وممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أما من ساعات العصر وما بعد وأنا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح وبإمكانك أنك تعالج كل الأمور برهوية ولكن الاهتمام رح يكون بالحب بالأحبة بالترفيه والتجميل والهوايات والأجواء بتصير إيجابية أكثر هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء